إن النهار ده الاجتماع كان موسع لكن كمان كان فيه اجتماع مهم جدا أعتقد ده كان الاجتماع كمان الأهم كانت كابتن محمود الخطيب عمل جلسة خاصة مع موسيماني المدير الفني في وجود الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة كان موجود لجنة التخطيط كمان كانت موجودة كان بقى بيناقشوا كمان موسيماني في الأوضاع يعني في الأوضاع أوضاع الفريق إيه الخطة اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله هتكون إيه الملف الأفريقي تقفل لكن بإذن الله العودة للدورة الممتاز بالغل المفروض أنه يطلع في مباراة طالع الجيش لأن الغل ده أنا لعيب كرة وعارف أنك لما بتخسر المباراة وتقادي مباراة وحشة فيه نوع من أنواع الغل المستنى المباراة اللي جاي عشان تقاديها بشكل تصالح أولا نفسك والصالح الجمهورك والصالح الجهاز الفني فده مهم جدا إن شاء الله نشوف ده كابتن كمان محمود الخطيب بعد هذه الجلسة تناول بقى العشاء مع المجموعة كلها ده اللي بنقول عليه ده القائد القائد إمتى في الأوقات المناسبة مش في كل وقت لازم يكون الرئيس النادي موجود في كل وقت لا فيه أوقات معينة وفيه تون صوت معين الكابتن محمود الخطيب بيقدي طبعا في لحظة الفرح كلنا بنفرح وشوفنا بيحدن اللعيبة لكن كمان في اللحظات الحرجة اللي لازم يخش الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط إن لأ بتوقف الأمور عند نقط معينة مش هنقول إنها دي محاسبة والجهاز الفني لا لا هي عملية إن إحنا بنلم الدنيا بلغة الكرة بنلم بعضنا بشكل كويس بنفكر ولادنا بالطموحات الجديدة بنفكرهم بالمشوار الصعب اللي جاي وكمان مساندة وسوبرت للجهاز الفني وإن شاء الله كل دوت ينصب بإذن الله في مصلحة الفرق أكيد إن شاء الله هم كلاعيبة وجهاز فني بينا عليهم إنه هم متضايقين بينا عليهم إنه هم يعني خلاص الهزيمة من سن بقى مباراة وعدت بس مباراة خسرت فيها نقاط أو ثلاث نقاط مهمة جدا يعني علينا وكمان يا زام النقطة وإحنا بنكلم كل أمانة مباراة كانت سيئة على المستوى الفني على مستوى الأداء إحنا بنواجه نفسنا ما بنحطش دماغنا في الرمل لكن إحنا يعني كلنا سيئة لما في مباراة بتبقى سيئة بنقول مباراة سيئة لكن إحنا كمان متوقعين ربدة الفعل إن شاء الله يوم الحد تكون على مستوى الحدث وبإذن الله يعملوا مباراة جيدة أكيد وكون الهزيمة دي ربدة النفعة زي ما بيت قال يعني أنها تبدلهم دلة تدلهم دوافع جديدة وإحنا كلنا سقا على فكرة كلنا سقا في اللعيبة كلنا سقا في الجهاز الفني كلنا سقا في إدارتنا وإن شاء الله بإذن الله تبقى عودة للدوري عودة إن شاء الله بقوة إن شاء الله الفوز على طلاع الجيش عندنا كمان بعد طلاع الجيش بأيام عندنا مباراة لإسماعيلي ومن خلال هنا حوارنا في البيت الكبير هتعرفوا قد إيه الأجندة مليانة جدا ومبارات متتالية للنادي الأهلي